16. من نقاط المراقبة أنشأتها تركيا في الشمال السوري منذ تشرين الأول 2017 وحتى الثاني من شباط 2020 الجهري تتوزع نقاط المراقبة في أرياف حلب وإدلب وحمى واللاذقية على خطوط التماس مع قوات النظام إثنتان منها تقع في مناطق سيطرة النظام وتحيط بها قواته الأولى تقع في مدينة مورك شمالية حمى والثانية في قرية الصرمان بريف إدلب أما عن نقاط المراقبة الأخرى فالنقطة الثالثة تقع في قرية صلوى بريف إدلب الشمالي دخلتها القوات التركية في الثاني عشر من شهر تشرين الأول 2017 النقطة الرابعة تقع في منطقة قلعة سمعان بريف حلب الغربي النقطة الخامسة تتمركز في منطقة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي النقطة السادسة تقع في تلة العيس بريف حلب الجنوبي النقطة السابعة في منطقة طل الطوقان بريف إدلب الشرقي النقطة الثامنة في جبل عندان بريف حلب الشمالي النقطة التاسعة في منطقة الزيتونة في جبل التركمان شمال اللاذخية النقطة العاشرة تقع في ضاحية الراشدين الجنوبية بريف حلب الغربي النقطة الحادية عشر تقع في منطقة شيار مغار بريف حمال غربي أما النقطة الثانية عشر فقد أقيمت في قرية اشتبرق في منطقة جسر الشغور بمحافظة إدلب خلال اليومين الماضيين أنشأت تركيا أربع نقاط مراقبة جديدة في منطقة سراقب بريف إدلب الأولى تمركزت في محيط مدينة سراقب والثانية تحصنت في مركز الحبوب بريف المدينة الثالثة تمركزت عند عقدة الطرق الدولية في ريف سراقب أما الرابعة فقد تمركزت في قرية الترنبا بريف سراقب وهي التي تعرضت لقصف من قبل قوات النظام وتسبب هذا القصف بمقتل أربعة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين